موسيقى في بادرة تعد الأولى من نوعها وقع المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني اتفاقية تعاون مع مؤسسة آيات الوقفية للقرآن الكريم والتي مثلها المدير العام الشيخ ناصر القطامي للإشراف على إقامة عدة مشاريع إثرائية خلال موسم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل هذه الاتفاقية الحقيقة وقعت بين نادي الإبل وبين مؤسسة آيات الوقفية وتهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين فيما يتعلق ببعض الخدمات الإثرائية والثقافية وما يتعلق بتنظيم المصليات الثابتة والمتحركة والمتنقلة في المهرجان كما نصت الاتفاقية على قيام مؤسسة آيات بتنفيذ جولات لإتقان وإقراء صورة الفاتحة لرعاة الإبل ولغير الناطقين بالعربية وتقديم الهدايا لهم كما تضمنت عقد حلقات تصحيح تلاوة القرآن الكريم بعد الصلوات بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرماح طبعا بفضل الله جل وعلا أنجز خلال الفترة الماضية خلال فترة المهرجان التعليم وإقراء القرآن لأكثر من 1500 مستفيد من الرعيان ومن زوار المهرجان ومن أيضا الباعة المتجولين وبعض الأسر المنتجة وهذا للحمد أيضا عمل يعد كبير خاصة في هذه الفترة الوجيزة أيضا استضافت بعض الأئمة لإمامة المصلين في صلاة المغرب والعشاء نظرا لكثرة القاصدين من زوار المهرجان وتعد آيات من أوائل المؤسسات الوقفية المتخصصة في مجال القرآن الكريم وتمتد خبرتها إلى أكثر من 14 عاما الهدف الحقيقي الرئيسي هو إثراء زوار المهرجان وكما تعلم أن هذه الدولة ولا الحمد قامت على التوحيد وعلى السنة ولا تأمرها حفظهم الله موثل بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الكريم يعني يؤسسون ويرسخون هذه المعاني فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال ولذا يحرص المهرجان ونادي الإبل تحديدا على تعزيز هذه اللحمة الوطنية وتعزيز هذه القيم الدينية ولذا كانت مبادرة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل الحقيقة مبادرها موفقة في تعزيز هذه الجوانب وحرصه الدؤوب على تفعيل هذه البرامج في المهرجان فله مننا أيضا جزيل الشكر والإرفان ونحن نتقدم إليه بوافر الشكر على هذه الثقة ونسأل الله أن يعيدنا عليها ويعني ما نقول الله أبشروا بالخير يا رواد مهرجان ملك عبد العزيز الإبل وسأترون ما يسروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر